خصوص الصلاة اللي حضرتك بتقولي أن أنت بتتركيها في زحمة اليوم لازم الإنسان ما يبقاش ساهي عن الصلاة لأن الصلاة هي صلة بالله وهي ذكر لله وده المفترض الإنسان ما يتركهوش أبدا ويحصل ده على الأقل بالفريضة اللي احنا بنقوم بيها يوميا يعني الفريضة اللي بالخمس فرائد اللي بيقوم بيهم الإنسان مش يقلل عنهم ده المفروض يزيد عليهم وبعدين أنا دلوقتي فاتني عدد من الصلوات أنا بقى لي فترة ما بصليش لازم أبتدي أن أنا أقوم بقضاء هذه الصلوات لو كم بقى فاتني أيام فاتني شهور فاتني سنين لابد من قضاء هذه الأيام وقلنا لحضراتكم قبل كده أنه الإنسان يذكر نفسه إذا كان بتاخده يعني تفاصيل الحياة ومشغلها الإنسان ما أكتر الوسائل الحديثة اللي بتذكر الإنسان بالصلاة يحط التطبيق الخاص بالصلاة يخلي حد يفكره بنسمع الأزان محناش يعني مغيبين في أماكننا لا يعني الإنسان عنده وسائل كثيرة يستطيع أن يذكر بيها الصلاة طيب أنا نسيت وقت ما نسيت أصليها لكن مش إنسان ينسيت نفسه بقى فهيبقى مش يبقى فرد واتنين لا ده يبقى يوم واتنين وثلاثة وكله في زمة الإنسان عليه أن يقضي هذه الصلوات إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا دالي يبقى عليه القيام على طول بقضاء الصلاة اللي افتكر مش يعود يكوم عليه الصلوات طيب اتكومت وبقت كتير في أي وقت أنا بكون فاضية فيه بصلي مع الفرد فرد أو بلما بكون في وقت فاضي أصلي الصلوات أبدأ في قضاء الصلوات اللي علي ودين الله أحق بالقضاء وقلنا لحضراتكم قبل كده نحن بنجمع بين قولي السادة الفقهاء في هذه المسألة نتوب ونستغفر لأنه الإنسان فاتوا أداء الواجب لأن الصلاة لي همعان وقيام بالأمر يعني لازم يجي معادها عشان أصلي فاتني الوقت لكن تبقى الصلاة اللي هي بتحضر بوحضور الوقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت فات الوقت يبعلي أقضي هذه الصلوات لكن لا أترك بنجمع بين رأيين الفقهاء نحن نتوب ونستغفر لأنه فاتني أمر عظيم وأقوم مع التوبة والاستغفار بقضاء الصلاة والإكثار من النوافل على الله سبحانه وتعالى يغفر لصانعها أو للمقصر فيها تقصيره في حق الصلاة أختنا الفاضلة